لأول مرة مصرية تحصل على الموافقة برفع الآذان في أمريكا من هي رنى عبد الحميد؟ ردود فعل مؤيدة ورافضة بعد أن نشرت مونة البغدادي والدة رنى عبد الحميد الشابة المصرية التي حصلت على موافقة برفع الآذان للصلوات الخمس بمدينة أستوريا بولاية أوريغون الأمريكية ونشرت مونة البغدادي والدة رنى عبر صفحتها على فيسبوك منشورا أعلنت خلاله عن الإنجاز الذي حققت ابنتها وكتبت الحمد لله حمدا طيبا اللهم أعز الإسلام والمسلمين بعد 31 سنة في أمريكا أتمنى أسمع صوت الأذان في الشارع رنى اليوم استلمت الإذن بالأذان بمكبرة الصوت في المساجد لأول مرة في أستوريا خلال شهر رمضان وتابعت طبعا مش هي اللي هتأزن بصوتها بالتأكيد اللي هيأزن هو مؤزن المسجد وشاركت البغدادي فيديو آخر أوضحت خلاله كواليس تنفيذ القرار ورفع الأذان في مساجد المدينة ووثقت ذلك في مقاطع فيديو عبر صفحتها على الفيسبوك من جانبها عبرت رنى خلال الساعات الماضية عبر صفحتها على فيسبوك عن سعادتها بهذا القرار الذي وصفته بالتاريخي ناشطة أمريكية مسلمة من أصول مصرية تبلغ من العمر 29 عاما نشأت في مدينة أستوريا حيث كانت تقيم مع والديها وأشقائها الثلاثة في شقة صغيرة من غرفة واحدة كان والدها يدير مطعما للمأكلات الحلال في الحي وعندما عجز عن تسديد الإيجار أوقف نشاطه وعمل سائقا للتاكسي تتصدر قائمة القضايا التي تشغل بال عبد الحميد قضية عدالة الإسكان خاصة بعد أن تم إخراجها وأسرتها من الحي بسبب ارتفاع أسعار الإيجار أعلنت عن ترشحها لخوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب الأمريكي عام 2022 عن الدائرة الثانية عشرة في نيويورك تتنافس مع النائبة الديمقراطية المخضرمة كارولين مالوني عضوه بمنظمة الديمقراطيين الاشتراكيين تعمل كمديرة للتسويق والشراكة في شركة جوجل تعرضت وهي في الخامسة عشر من عمرها لاعتداء من قبل رجل حاول نزع غطاء رأسها مما جعلها تشعر بالخوف والحيرة والعجز إلا أن الحادث جعلها أكثر إسراراً على الدفاع عن حقوق المهمشين والمستضعفين ومن ثم أصبحت ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة المسلمة أسست مؤسسة غير هادفة للربحة لتعليم الفتيات الدفاع عن النفس ومواجهة العنف المبني على الكراهية تمارس رياضة الكاراتي منذ الصغر وحاصلة على الحزام الأسود لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد